من الاهل خطة احمر وعشان احنا شايفين الصورة كاملة مش هنمسك في جزء ونسيب المشكلة الكبيرة وهي اتحاد الكورة برئاسة احمد مجاهد واللجنة السلسية بالكامل لا استثني احدا وانا اعنيها اتحاد الكورة كان ليه مواقف اضرت بالنادي الاهلي اتحاد الكورة كان جاي يسير اعمال في اجندة واضحة اعتقد اللي اتعمل ما كانش لايه علاقة بيها بداية من ازمة دوري 99 والصورة من بيان اتحاد الكورة بعد الازمة اذا كانت هتحسم ازاي البطولة اتحاد الكورة خرج وقال ان في مباراة فاصلة هتقام وده كان في 20 ابريل قال ان مباراة فاصلة هتقام لتحدد بطل 99 بس ايه اللي حصل يا وصدر 99 لما انت وقفت لعبين كان منهم سيف فاروق جعفر وبالتالي المفترض اللايحة كانت بتقول ان اللعيبة اللي يتم اقافها في درجة من درجات الشباب يكمل المسابقة للنهاية قبل ما يلعب مع الفريق الاول وما ان كان في مباراة فاصلة ولعب سيف فاروق جعفر مع الفريق الاول فكان القراري تاني ايه انا قلت النهائي 20 ابريل انا هلغي 20 ابريل ويبقى كده البطولة بتاع 99 اللي انتوا عايزين تاخدوا بها نقاط مباراة الجيش امام الزمالك لأ مش هتاخدوها ونبقى خلاص مفيش اصلا بطولة وبقت المسابقة فارس من وجهة نظر البشمهندس احمد مجاهد اللي في كل تواجد ليه في اي موسم هو تنشيطية شاف الدورة بتاعي 99 دي تنشيطية وبالتالي انتوا جايين تكلموني في يا جماعة دي ناس كانت قاعدة في البيت نطلع نسمع تصرحات البشمهندس احمد مجاهد اللي بيخرج من الازمات بكلام جلسات نشوف الفيديو ما هيش بطولة بالمعلومة فهم هي مواليد 99 اساسا ما كان يجب ان يكون لهم مسابقة من مسابقات المراحل السنية في السنة دي فقلنا هنستكملهم مسابقة تنشيطية من دور واحد المسابقة اللي مرسل شروطهم ابقالها على 99 ابقالها على 99 لو اوكي تسعة مسابقة تنشيطية للجيلين اللي هم 99 و 2001 المرحلة التانية من المسابقة اللي كانت مرسلة من بداية السنة هي الدور التانية كان المرحلة التانية دي كانت من دورين بصوا بقى انتوا هجيبوا لي اللوايح وتقولوا اللوايح بتقول طب انا شيل اللوايح دي انا هلغي لكم المسابقة دي وقال لكم المسابقة دي ما كانش لها لازمة ما انا رئيس اتحاد القرى وانا رئيس اللجنة السلسية وانا اللي بديل لجنة المسابقات وانا اللي بديل لجنة الحكام وانا اللي بصحى الصبح كل يوم انزل جدوى المختلف وكل يوم انزل عقوبة مختلفة واشيل العقوبة وقول اصل العقوبة دي بيمثل مصر ثم تراجع عن كلامي أنا اللي بعمل كل حاجة في القرى المصرية لما بقوم من نوم وحسب ممزاجي جبني هنزل جدول النهاردة في السوبر بكرة هشيل السوبر ليه؟ عشان أنا مزاجي كده ده فارس البطولة اللي اتلغت بكلام جلسات عشان فيه قرار كان المفترض يتتاخد ضد سيف فاروق جعفر اللي شارك في مباراة الزمالة سيف فاروق جعفر وإمام عشور ولكن هنوقف تحديدا عند سيف فاروق جعفر لأن كان ليه أزمة لما شارك في مباراة طلاعي الجيش وكان موقوف بنص اللايحة زي ما هنستعرض بس الأهم من كده عايزين نعرفكم إزاي كانت بتدار الأمور من اتحاد الكرة على لسان كابتن فاروق جعفر نطلع نسمع الفيديو ده سيف موقوف إزاي يلعب برضو عشان نطمم من الزمالة الكوية منطمم من جمهورنا وحبيبنا أن الجواب ده جيه النهاردة كابتن خالد لنادي الزمالة لنادي الزمالة كابتن طارق يحيى وخالد الغندور أي حد بتفرج على الفيديو ألاحظ أنه ما بيحاولوا يغلوشوا على كابتن فاروق جعفر وهو بيقول أنه هو كلم كابتن أحمد مجاهد وهو معاه على التليفون رح باعت شال الإقاف تخيلوا الإعلام وكل حتة اللي تقلبت على كابتن سيد عبد الحفيز لتصريح مغلوط وتحرف يخص جهات جريشة وكابتن فاروق جعفر بيقول أنه بيكلم رئيس اتحاد الكرة بيخليه يشيل الإقاف وهو على التليفون معاه باعت الإيميل تصريح كافي في أي مكان في العالم إنه يتفتح فيه تحقيقات لا 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 كابتن فاروق عايز يلعب ابنه كابتن أحمد مجاهد مش هيرضى يلب رغبة أب أكيد هيرضى رغبة أب ويلعب عايز سيف يلعب يلعب سيف عايز الجواب الجواب هيجي لك حالا اللايحة هنلغي البطولة لكن الغريب أصلا وهم بيتخذوا العقوبة اللجنة السلسية كانت أول مرة تحصل في التاريخ إنه بيتم الإعلان عن عقوبة مع الإعلان عن استقناف النادي إزاي؟ ما عرفش يعني المفترض إن أنا أعلن العقوبة ثم أستقبل استقناف النادي التاريخ ده كان كان 13 إبريل هاتلي بقى الصورة اللي بعدها كده لما نادي الزمالك تحط في ورطة وبدأ يقولك إحنا استقنافنا على القرار كان تاريخ استقناف نادي الزمالك 16 إبريل لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله الاستقناف عند اتحاد القرى كان جاي لهم 13 إبريل بس نادي الزمالك مطلعه تاريخ 16 إبريل واللي بيأكد على كده الصورة اللي بعد دي صورة اتحاد القرى اللي بيرد على نادي الزمالك يوم 17 إبريل موقف بقى اللاعبين نفسه إيه؟ كلايحة اللايحة بتقول إيه يا أسامة في إشراق اللاعبين إنه خلاص ما يلعبش إلا ما ينهي مسابقته هي بقى دي اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مصابقة للمراحل السنية لبطوات الجمهورية شابه والنشئين سواء المقايدة أو المصاعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموفية ولا يحق اللاعب له في أي مصابقة من مصابقات المراحل السنية البطوات الجمهورية ودور القطاعات إلا بعد انتهاء الإيقاف هل هو استكمل مددته في التحق؟ لا المعنى لغتلك المسابقة يا فرس ما هننركز بقى ما تبقاش طيب طول الحلقة لغتلك المسابقة فبالتالي ما تجيش تكلمني في لوائح زي بالظبط لما تيجي تقولي أنا عايز تحكيم أجنبي هقولك أنت من حقك فعلا تجيب تحكيم أجنبي بس لو أنا وفقت إيه اللايحة دي؟ إيه اللايحة دي؟ يعني إيه؟ بتديني الحق إن أنا جيب تحكيم أجنبي لو حطيت الفلوس قبل 15 يوم وبعدين بتقولي إيه؟ ده في حالة موافقة اتحاد الكرة طيب وإحنا بنعمل إيه كده؟ في نظام لازم يتغير طول ما اتحاد الكرة بيدار بازيل كيفية بالتأكيد النادي صاحب المنظومة النادي صاحب اللوائح في مصر هيعاني وهو النادي الأهلي ده كان إدارة لبعض الأزمات لكن إحنا عندنا تصريح واضح جدا جدا يوضح لنا هي أصلا ليه في كل وجود للباشمهندس أحمد مجاهد في أي موسم 2018-2019 تلاقي فيه صراع وأزمات وفيه ضغط على النادي الأهلي الموسم ده صراع وأزمات وفيه ضغط على النادي الأهلي الفيديو ده يمكن يوضح لكم طول عمر بخدي من الناس وأولهم نادي الزمالك لا لا عمرك ما خدمت والله خدمت نادي الزمالك أخت الله أنا معايد أحمد علي الساعة 12 لما ربع مساء حظر تجول لا 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 هلعب في أفريقيا عندك موعيد يا أيام حضرتك أيام حضرتك أحمد سمير فرد حضرتك بعدت عشان التوقعات ما تعملتش بالتمانين ألف جنيب طول القيد أيدنا لحضرتك عمر جمال آخر يوم في قيد أفريقيا عمر جمال فيه رسوم سبعمائة وشوية ألف للزمالك إحنا ما وقفناش القيد عشان الزمالك يالحياة في أفريقيا ده مش كلام مرسل وتقدره ترجع عليه أحمد سمير فرد بالفعل اتقايد في مارس اتفتح له فترة قيد خاصة بالبشمهندس أحمد مجاهد في خدمته لنادي الزمالك بس أنا مبسوط بحتة إن أنا عندي المبدأ واحد وكابتن أحمد مجاهد لا يغير أبدا مبدأه من أيام رئيس مجلس الإدارة السابق باعتراف رئيس نادي الزمالك الحالي نطلع ونشوف ألي عن خدمات كابتن أحمد مجاهد يعني بجد المهندس أحمد مجاهد أنا شايفه بالنسبة لنادي الزمالك لم يتأخر في طلب لنادي الزمالك نيابة عن اتعاد الكور دي نمرة واحد أما بيبقى فيه مباريات زي اللي كل الناس بتقولها برضو أنا أحب أبقى واضح وبأوضح الحقائق بصرف النظر مين هينبسط ومين مش هينبسط بس دي حقيقة أو فاكت لازم أقولها إن مثلا في حكاية أما كان فيه مباريات مضغوطة لنادي الزمالك لأ إحنا تسألنا وإحنا بالتالي سألنا المدير الفني بتاعنا وكان رأيه إن أنا كم من المباريات طبعا كل من يعني احترامي للجماهير من قاطع النظير بس هو بيبصلها من وجهة نظره إنما ميستر كارتيلون كان بيبصلها من النحية الفنية البحث شابو شابو كابتن أحمد مجاهد برافو عليك أدارت الموسم أكتر واحد خدمت الزمالك حققت أهدافك شابو مرحبا إنه يحرم النادي الأهلي من تحقيق دوري أبطال أفريقيا زي ما حصل في مسم 2018-2019 لما كنا بنلعب 48 ساعة في أرض سكندرية بركة مية عشان نروح نتقالب من ساندونز 5-0 النهاردة مقدرش يحقق هدفه ده حقق هدفه في الدوري المحلي كان زميلي فارس بيقول لي وأنت لابس سود في سود النهاردة ليه؟ ما قلتلوش هو يتفاجئ دلوقت على الهوى إن في سنة 2018 تقريبا من 3 سنين الكابتن سيد عبد الحفيز كان قاعد كده في الستوديو وقام وقف دقيقة حداد على التحكيم المصري